مروان من عمان يقول هذه جوز تسمية البنت بود مع العلم أن هذا الشخص الذي سماها بهذا الاسم يلقى مضايقات لأن قالوا بأن هذا اسم صنم مروان من عمان بارك الله فيك بالنسبة لود يحمل معاني كثيرة والمقصود بالود يعني هو أحد المفردات المجتملة أحد المفردات التي تشير إلى المحبة والمودة وليس له علاقة بالصنم صنم ود اللي جاء في سورة نوح عليه السلام ولذلك ما في داعي ولا يجوز للناس أن يتكلموا على هذا الشخص أو يضايقوه أو يتنمروا على هذه البنت مثلا لا يجوز ود معروف ود من المودة ود من المودة والصنم هذا يعني في الزمان زمان نوح عليه السلام حتى هو كان أصلا اسم لرجل هذا أسماء رجال صالحين يعرفون هذا الكلام ولا لا مثل ما قال ابن عباس ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر هذا الخمسة كانوا رجال صالحين والشيطان جاء بعدما ماتوا قال لقوم نوح نصبوا لهم تماثيل حتى إذا رأيتموهم تنشطون في العبادة فنصبوا لهم تماثيل على صورهم بعد مرور زمن جاء ولام الجيل الجديد قال وين أنتم ما عبدتم هؤلاء يعبدون فعبدوهم من دون الله فبعث الله نوحا عليه السلام لدعوتهم إلى التوحيد وإلى الإسلام وإلى الإيمان ما في شيء ما في داعي لمثل هذا التصرف ويجب على الناس أن يتقوا الله أولا هذا الاسم من حيث الأصل جائز لأنه من المودة الشيء الآخر هذا اسم أصل رجل صالح وإن كان أو أقول أنا الإنسان ينبغي له أن يبتعد عن الأسماء التي تجرب له يعني مثلا مشاكل يعني ضاقة الأسماء مثلا الأفضل يسمي الأسماء المعهولة أو المعروفة لأن بعض الناس الآن يحرج نفسه ويدخل في شبهات ويدخل في كذا هو في غنى عنها ربما هذا يؤثر على البنت مستقبلا فأنا أنصح أما وقد قيل أما وقد قيل أي غير الاسم سميها مودة سميها مودة أفضل بارك الله فيك